بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي جماهير الأهلي العظيمة جماهير أعظم نادي في الكون أهلا مرحبا بكم على قناتكم قناة النادي الأهلي وحلقة جديدة من الصوديو التحليلي والنهاردة إن شاء الله ستكون مباراة النادي الأهلي أمام نادي سموحة في الجولة الرابعة من كاس الرابطة بالتأكيد قبل كل حاجة نتكلم فيها النهاردة بنبارك لمنتخبنا الوطني بالفوز أمس على كود دي بوار والسعود دور الثمانية وموجد منتخب المغرب إن شاء الله الساعة الخامسة يوم الأحد القادم يمكن كلنا بدون استثناء حتى لو كان ناقم على أداء المنتخب وناقم على اللي حصل الدور الأولاني كان سعيد جدا 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 مباراة وسعيد لسببين سعيد أولا بالفوز وسعيد بأن المباراة دي تعتبر من أفضل مباريات المنتخب من فترة كبيرة جدا ما شفناش على المستوى الفني وعلى المستوى التيكتيكي وفعلا استحق بيها المنتخب الفوز يعني الحمد لله مباراة ربنا هدلنا كيروش ومقلفش فيها وصلح كل الأخطاء تقريبا أو معظم الأخطاء اللي الناس انتقضتوا فيها يعني المتشات اللي فاتت كنا بنشوف شوية تأليف من مستر كيروش مباراة لا ما شفناش الحاجات دي قبل المباراة لا في تشكيل ولا في طريقة لعب ولا في خطط لأن زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده ماتشات خروج المغلوب غير يعني ماتشات الدور الأولاني حاجة والماتشات اللي بعد كده حاجة تانية خالص يعني أنا باعتبر واحد من الناس بنيعتبر دايما المباريات اللي فيها خروج مغلوب دي مباراة البطولة بداية البطولة مباراة الأولى دي اللي هي انت عايز تعد دي بس الدور الأولاني إنما متشات البطولة دي حاجة تانية مع الفرق التقيلة. الفرق التقيلة زي منتخب مصر. وأنا عايز أقول حاجة على منتخب مصر. اللي شفناه مبارح من لعيبة منتخب مصر. نقول لا هو ده مستوى لمنتخب الأصلي. مش ممكن يكون المستوى بتاع مبارح ده بتاع منتخب مصر مستوى تصليف تاني. مش ممكن. إحنا منتخب مصر لازم نبقى تصليف أول. وإن شاء الله بإذن الله. بس تفتكروا كلامي وتفقله. إن شاء الله انتخب مصر في كاس العالم بإذن الله رب العالمين. خلينا في ماتش مبارح. ماتش مصر وكوت دي فور. مبارح كلنا كنا قاعدين على عصابنا. إنما الناس اللي كانت هادية شوية. وتتفرج سواء على المنتخب فنيا أو تكتكيا. يعني تلاقي إن فعلا كان فيه إبهار بالمستوى الفني. اللي ظهر عليه المنتخب مبارح. مش عايز أقول إن دي أعظم حاجة لإن هم عندهم أحسن من كده كمان. بس أحسن من الدور الأول بكتير جدا. يعني فيه تغيرات كتير جدا جدا جدا. سواء جوه الملعب أو برا الملعب. عن المنظر اللي كان حاصل الدور الأول. كلنا كنا فرحانين كمصريين. كلنا كنا فخورين. مش عايز بقى أقول إن هو لو ربنا ما كانش كتب لنا الفوز مبارح. مش هنزعل برضو. لا كنا هنزعل. طبعا كنا هنزعل. كنا هنزعل إن إحنا خسرنا. كنا هنزعل إن إحنا لعبنا حلو وخسرنا. إنما كده المصرحية الجميلة أو الفيلم الجميل اكتمل. إنت بتتفرج وتتفرج على يعني حاجة حلوة في الملعب. والنهاية كانت سعيدة جدا. برغم إنها كان فيها شوية صعوبات. شوية حرقة أعصاب. إنما يمكن الحاجة الوحيدة أو السلبية الوحيدة في المباراة بتاعت مبارح. إن إنت مش قادر تترجم الفرص اللي جات لك لجواه. وخدت الماتش الحاد الرقلات الترجيح. إنما في الواقع إنت كنت أفضل من منتخب كود. المنتخب كود فوار كان فيه في بعض الأوقات. المستحوذ استحواذ ولكن استحواذ سلبي. يمكن إحنا شفنا محمد الشناوي شال كورتين يعني عظمة. إنما الاستحواذ السلبي كان صاحبه كود فوار. إنما إحنا خلقنا فرص. هددنا المرمة. الحاجة الوحيدة اللي كانت نصر إن إحنا نجيب جول على المر. لأن الماتشات دي ممكن تخلص من نص فرص. إنما إحنا شفنا مبارح فعلا. زي ما إحنا كنا بننتقد مصر كيروش وبننتقد اللعيبة لما ما بتعملش اللي عليها. لا إنبارح بصراحة كله يستهل الإشادة. كله يستهل الشكر والتقدير. هو هو طبعا الشكر والتقدير على المستوى وعلى المجود اللي اتبذل. إنبارح منتخب مصر. رجالة منتخب مصر تفاقوا على نفسهم فعلا. أداء رجولي روح عالية كبيرة جدا. إحساس بالمسئولية. رجعوا فعلا اسم مصر اللي يرعب القرى الأفريقية. اسمه منتخب مصر اللي الكل بيعمل له ألف حساب. منتخب الفراعنة اللي هو دلوقتي في التصنيف الثاني ولا يا صح إنه يكون في التصنيف الثاني. منتخب الفراعنة اللي احنا شفناه مبارح ده تصنيف أول. منتخب الفراعنة اللي احنا شفناه مبارح ده كاس عالم إن شاء الله. منتخب الفراعنة اللي يقدر يحسم المباريات. مش بيبص بقى هيلعب مع مين ولا الفرقة دي تاريخه معها إيه أو الفرقة دي تاريخنا. لا. انت بتروح بتنزل الملعب ده اللي حصل مبارح. روح تفاني مجهود كل حاجة في الكرة كانت بتتعامل معادة إنك تجيب الكرة جول إن شاء الله بإذن الله الماتش الجاي الماتش الجاي هنتكلم عنه لأن ماتش جامد جدا جدا تقريبا تقريبا مع أقوى الفرق في البطولة الأفريقية حتى الآن منتخب المغرب إحنا مش عايزين نبص المنافسين دلوقتي أكيد طبعا مستر كروش شايف منتخب المغرب وشايف هما قد إيه أقوياء هما قد إيه مرشحين للبطولة أنا من وجهة نظري منتخب المغرب يعني من ضمن تلات مرشحين للبطولة إنما أنا منتخب مصر عندنا أفضل لعب في العالم عندنا العالم كله بيتابع أفضل لعب في العالم أو من أفضل تلات لعب في العالم محمد صلاح اللي كان مبارح فعلا قائد جوا الملعب وعايز أقول حاجة على محمد صلاح لأن محمد صلاح وجوده في الملعب ضروري جدا 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 على فكرة النجم لو حضراك ركزت معه محمد صلاح ممكن تكون أنت بتقول أو المشاهد بيقول بس مش هو ده صلاح بتاع ليفاربول صح بس هو دوره مهم جدا جدا في الملعب دوره مهم سواء قائد جوا الملعب دوره مهم كمان في الناحية التكتيكية بس المهم اللي حواليه استفاده وهنتكلم عليها فني مع ديوفنا الكبار النهاردة إن شاء الله لأن محمد صلاح ليه دور كبير جوا الملعب غير النقائد دور فني دور تكتيكي اللي حواليه أو اللي جنبه أو اللي تحتيه ممكن يستفاد منه كويس قوي 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 ودي حاجة أكيد يعني أكيد مستر كروش هيتكلم فيها مع اللعيبة الماتش الجاي ولكن هو دوره بقى اللي احنا عايزين نتكلم عليه في تحفيز اللعيبة وتجمعهم بص قبل خلينا فيه لقطة بتاعة محمد صلاح قبل ركلات الترجيح هو بيكلم مع اللعيبة وبيحاول يشيل الضغط من عليهم بص هو محمد عبد المنعم قبل ما يخش يشوت ركلة الترجيح كان بيكلمه إزاي وكان بيكلم عمر كمان عبدالوحد إزاي كان بيديله دفعة معنوية عالية علشان الضغط اللي عليه ده يتشال شوية نعم محمد صلاح انبارح فعلا بخلاف انه كان قاعد كان مرعب للدفاع الإفوار يعني عايزك تبص على محمد صلاح كل ما يستلم كرة محمد صلاح كل ما بيروح يجري في حتة مش أقل من اتنين لعيبة معا مش أقل من اتنين لعيبة معا لعيبة كود فوار وغير كود فوار بتكون مرعوبة بيعمله استنفربة في الملعب كله وعلى فكرة مش محمد صلاح بس عشان ما تخلنيش أقول ان انا بتكلم عن محمد صلاح بس لا انا ممكن النهاردة هتكلم عن كل لعيبة منتخب مصر من اول الشناوي الشناوي كان قسد فعلا مبارح لحد ما خرج في الديئة تمانين الشناوي شفناه في كورتين ما يشلهمش غير الشناوي فعلا ما يشلهمش غير الشناوي منهم كمان الكورة التانية اللي هو اتعور فيها في كورة اولانية رد فعله عالي جدا حارس مرمى عالمي كورة كانت في السيكس يارد والعيب لعيبها في دماغه تحت العرضة الشناوي كان رد فعله عالمي فعلا ولما نزل كمان بعد الشناوي يا ابو جبل كمل المسيرة بنجاح وكان ليه دور بارز في حسم المباراة لما تصدر ركل الترجيح اللي فازت بيها مصر طبعا نتكلم بقى على دفاع صلب من احسن مباريات البطولة على المستوى الدفاعي المنتخب المصر احمد حجازي حدثوا على حرج معامل مستقبل الدفاع في مصر لانا عايز اتكلم عليه شوية محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم على فكرة كل ماتش او كل بطولة ليها ايجابيات وليها سلبيات حتى حتى لقدر الله لو ما خدناش البطولة دي من اهم مكاسب مصر في الدورة دي محمد عبد المنعم تحس انه هو لعيب تقيل جدا لعيب راسي لعيب بقاله فترة بيلعب منتخب مصر لعيب عنده خبرات بيقطع صح بيروح صح وفي الوقت المناسب بيدي كرة صح بيتحرك صح احمد فتوح في الجبهة الشمال يمكن احمد فتوح احنا من كاس العرب شايفين تغير كبير جدا 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 فيه اداء احمد فتوح من اللعيبة المهمة جدا 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 من مفاتيح اللعب الكبيرة جدا جدا اللي تقدر تعمل عليها خطة احمد فتوح منتخب مصر كمان عمر كمان عبد الواحد مبارح يعني هو ما كانش بيقوم بالدور الواجب الهجومي كتير ولكن هو كان دور مبارح دفاعي اكتر منه هجومي لان عنده حتة شمال مش عايز اقولك بتاعت كدف وردي كانت جمدة جدا فهو الراجل كان محدده شوية في حتة التلوع ولكن ادى مباراة ولا اروع الا يعني هو اه كان قليل مقل شوية في الاداء الهجومي الا انه نجم من مجوم المباراة فعلا في الناحية حمدي فاتحي من افضل مبارياته في الفترة الاخيرة حمدي فاتحي حمدي فاتحي مستوى شبه السابت في الفترة الاخيرة ولكن امبارح وصل فعلا للقمة كان دوره بارس جدا قبل الاصابة في الدفاع والدور المكلف فيه بيطع صح بيمرر صح عمر السلية كالعادة نجم في وسط الملعب نجم في وسط الملعب لا غنى عنه بصراحة لا غنى عنه سواء دفاعي او هجومي نجي بقى على النني اللي اتهاجم كتير جدا 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 من الجماهير بارح محمد النني قدم فعلا افضل مستوياته ومش كلامي انا مش كلامي انا الواحد هو الدليل انه هو اخد رجل مبارا هو فعلا كان مبارح يستحق رجل مبارا ماكوك في وسط الملعب ماكوك اولا اه فعلا هو هتقول لي هو النواحي الدفاعية عنده اجمد شوية من نواحي اللجمية لا هو كان بيدافع وبيدفع صح وبيسلم صح وكان بيكمل شوفنا له لقطتين تلاتة جوة تمنتاشر مرموش مبارح برغم يعني قلة الخبرة شوية انما كان بارس جدا شوفنا له تصويبه في شوط الاولاني كان مميز جدا شوط الاولاني مرموش جات له كرة في العرضة كرة تانية شطها بره تلات خشبات عمل مجهود كويس اوي اوي لحد ما طلع صفى محمد عمل كويس جدا في الهجوم تحركاته كانت ايجابية وكان ليه دور دفاعي جيد جدا في الضربات السابتة على مرمو منتخب مصر بصراحة حتى لما تغير ونزل محمد شريف في فترة بسيطة شوفنا محمد شريف ظهر بصورة كويسة جدا 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 برغم انه فاول التحاملي اتصاب زيزو برضو عايز اتكلم عن زيزو هقف عند زيزو شوية ما تقوليش انا مش عايز اخدها اهلي وزمالك لا احنا بنتكلم على منتخب دلوقت زيزو من اللعيبة المهمين جدا 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 ودورها مهم جدا جدا في منتخب مصر بصراحة يعني يعني لو ملعبش اساسي على الاقل ده يكون اول تغيير عمل انتعاشة هجومية هيلة على مرمى كود فوار سريع مراوغ سدت كرة جمدة جدا هددت مرمى منتخب كود فوار بصراحة اتغير الشكل كتير مع نزول وايضا نزول تريزيجيه اللي قد منبارح اداء هو الافضل له منذ عودته من الاصابة تريزيجيه برضو من التمسط العزر لانه هو بقاله 8-9 شهور بعيد عن الملعب بيبتدي واحدة واحدة يرجع بيبتدي واحدة واحدة يرجع وده عادي ده الوضع الطبيعي للعيب انه منبارح شفنا مجهود كويس قوي من تريزيجيه راح على الجول كتير برغم الفترة القسيرة اللي هو لعيبها اه ضيع حتيجي حتيجي بعد كده هو واحدة واحدة بيبتدي يرجع ولكن انبارح ظهرت خطورة تريزيجيه لما نزل الشوت التاني مش حقول لك اهلي وزمالي مش حقول لك بيرامز والتحاد واسماعي مش حقول لك احنا بنتكلمش دلوقتي على الاندية مش حقول لك محترفين احنا بنقول منتخب مصر نتكلم على منتخب مصر اللعيبها كلها انبارح كانت رجالة وعلى قدر المسؤولية بارتداء التشيرت بتاع منتخب مصر الاداء اللي احنا شفناه مبارح احنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عينينا على منصة التتويق اشتقنا بقى لبطولة افريقيا من 2010 من ايام المعلم ما كسدناش البطولة يا رب اتمند ان شاء الله ان منتخب مصر يرجع بالبطولة مين بقى اللي هنعبوا الماتش الجاي هتقول لي هتلعب قصود الاطلسي واقوى فرر البطولة احنا منتخب مصر ما احترامنا للجميع عندنا احسن العيب في العالم عندنا رجالة في الصعوبات بتلاقيها عندنا حاجة تانية كمان عندنا الفرق دايما اللي بتلاعبنا بتعمل حساب للتاريخ بتعمل حساب لإسم منتخب مصر منتخب مصر ده منتخب قوي سيبك من حيط التصنيف التاني وتصنيف الاول سيبك من الكلام ده اول منتخب مصر اللي احنا شفناه مبارح ده منتخب مصر تصنيف اول إلغي التاريخ ما تتكلمش عالتاريخ دلوقتي وتقعد تقولي أصلي تاريخنا مع المغرب مش عارف لا سيبك من التاريخ اللي احنا شفناه مبارح من منتخب مصر قدام كود ديفور يلغي التاريخ هو ده منتخب مصر وعندهم الاحسن ان شاء الله احنا منتخب مصر صاحب البطولات السابعة لأمم أفريقية ان شاء الله تكون التامنا خليكم متفقلين خلينا دايما متفقلين في صعوبات كتير جدا يعني بعد حتى الماتش يعني شفنا في الأول أكرم الوينش فاتوح مبارح الشناوي حمدي فاتحي كلها إصابات مؤسرة ولكن ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله اللعيبة اللي في الملعب بإذن الله يقدروا يوصلوا للنهاوي يقدروا يجيبوا البطولة ان شاء الله واللعيبة اللي موجودة تبقى جاهزة بصورة كبيرة جدا لماتش المغرب وميستر كيروش ربنا يهدهولنا زي ما هدهولنا ماتش مبارح ان شاء الله نروح بقى للماتش النهاردة